اشتركوا في القناة اشبك الحساب تبعي على صفحتي اللي هي خالد الأحمد بروح على الصفحة بعدين بروح على الإعدادات وبعدين بروح على الشمال في عندنا هون جنرال موجود لنا إنستجرام أدز بكبس عليها وبعدين بتأكد حساب تبعكم موجود بط يمكنك تبعي على الإنستجرام أكامت فبتسوي الكنيكشن هنا وبشبك بصير حسابكم متصل مع الصفحة هادي هلا الإعلانات على الفيسبوك تتم عن طريق نجد واحدة اد منجر واحدة الثانية اسمها باور اديتر باور اديتر هاديتر 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 نعملها بأنه بنروح على أقصى اليمين على أقصى اليمين نسوي ال drop down menu و بندور على ads create ads و manage ads بنروح على manage ads بنشوف الحساب تبعنا هنا manage ads و بنشوف ال power editor بنكبس على ال power editor بنبين أنه هنا كل الخيارات هاي ال ads اللي سوناها في الماضي مهم جداً هنا إذا كان لكم أكثر من حساب تأكدوا أنه هذا الحساب اللي بكم تعملوا الإعلان عن طريقه إحنا عنا حساب واحد اللي هو دي جي عربس أول إش نسوي اللي هو بنسوي download to power editor فإحنا بنحدث المعلومات الإعلانات اللي عملناها في الماضي على power editor فنسوي download download هنا فنسوي تحديث لكل المعلومات وهيك صار عنا power editor محدث بكل الإعلانات اللي عملناها من قبل فأول إشي بنسوي إحنا بنسوي create campaign بنكبس على create campaign وبطلع عنا create new أو use existing إحنا هنسوي حملة جديدة فهون نكتب اسم الحملة فنسميه مثلا new instagram ad هلا فيه ثلاث أنواع أمين نوعين آسف اللي هم auction والfix price نحنا بنخلي auction وهون أهداف الحملة أول واحد اللي هي click to website شايفين هون على اليمين مكتوب new create ads for instagram لما شفوها معناته أنه هلا إعلانات الإنستغرام متاحة لكم فإحنا شفناها وهذا هدف الحملة فإحنا بنحكي أوكي خلي زي ما هو وبعدين choose and add set نكتب هنا مثلا insta add set وهو create ads بنسميها مثلا insta add بنروح على create فهلا حيكون عنا ثلاث مراحل لتخصيص الإعلان أول مرحلة اللي هي campaign فالobjective واضح بنودي الناس على الweb site click on the ad to go to the website نوع الباينج اللي هو على طريق البدنج الاوكشن وما حطينا limit لل spending daily spending هل مش دخل بثمن الحملة بعدين بروح هون على الشمال ومن هون هصير فيه التسلصل بروح على sets ال ad sets نكبس عليها عبير ما تحمل المعلومات وهون بنختار بنغير شغلة مهمة جدا بدل daily budget بنسميها lifetime budget وبنحط لها 25 دولار لانه احنا بس عم نختبر المنصة هادي تاريخ راح اليوم هذا scheduled عم نتايم فانا اوكي وبيدي ينتهي بكرا فانا بدي اصرف 25 دولار خلال يوم واحد هلا هاد هو جمهور ال audience ممكن انا لهم كل الاردن من سنة 18 الى اعلى ال potential 3 ملايين و 600 الف بس انا بدي اغير بالمعلومة هادي و بدي اروح على edit ال audience اه الا من 18 بدي اغير الى 35 شو رايكم اوكي من women ما في مشكلة ممكن هون اختار مدن معينة ادخل هون و اختار اغير بالمدن بس ما بدي يلا فا نكمل ال language خليه زي ما هي connection خليه زي ما هو ال interest انا بهموني فانا بدي اروح على مثلا marketing فهونا رحت على marketing بدي اروح على branding مثلا خليه brand مش مشكلة design بيان شي نعم بدي graphic design ممكن اذا موجود هاي graphic design فحلي هيك ممتاز behavioral digital activities ال breathing system شغل هاي شغل هاي بش معلمه هلا فهونا انا هيك جمهور عجبني و بدي اروح save الرقب نزل وحينزل اكتر صار مليون واربعمائة الف حسب الجمهور هذا هلا هون هذا كله على الفيسبوك هون ال instagram فانا بدي احط على ال instagram و اشيل هدونا فبدي الاعلان بس يبين على ال instagram صار الجمهور 200000 ماشي ما في مشكلة هون بدي غير شغلة بحكيلك انه هيصير يدفعني كل ما ألف واحد شافوا الاعلان انا لأ انا بدي يدفعني على كل click فبدي اسوي per click هون انتهينا من الموضوع ظل ثالث مرحلة اللي هي الا دخل بالصورة والرسالة ممكن عليك اقول اي صفحة تشبكها هون بدي اختار صفحة خالد هاي صفحة خالد فانا بدي استعمل ال instagram account اللي شابك مع الصفحة اللي هو هيو شبكناه بالاول تتذكروا وبعدين هون بدي احط عنوان الصفحة فهذا عنوان الموقع تبعي مثل الصفحة آسف هون التكست اللي هو مهم اكتر شي فانا بدي احطه بالعرب شو رايكم لتعلم كل ما هو جديد في مجال الآلام الاجتماعي من التروج الذاتي لادارة السمعة الى منصات العام الاجتماعي لل و الترويج من خلال المحتوى والمؤثرين سجلوا سجل في الدورة القادمة نتعلم كل ما هو جديد في مجال الإعلام الاجتماعي من الترويج الذاتي لإدارة السبعة على منصات الإعلام الاجتماعي والترويج من خلال محتوى المؤثرين سجل في الورشة القادمة حلو الآن هنا ندور على صورة في عنا من الإعلانات اللي عمناها من قبل في صبر مجانية وفي ممكن نرفع صورة من الكمبيوتر نرفع صورة من الكمبيوتر هاي الفايل في الصبر هنا ممكن نختار صورة هذه غريبة نرجع نختار صورة ثانية بحجم مربع اوكي هاي كانت احسن فها هي الصورة هاي تبين سبانسرد لتعلم كل ما هو جديد في مجال الإعلام الاجتماعي من الترويج الذاتي لإدارة السبعة على منصات الإعلام الاجتماعي والترويج من خلال المحتوى المؤثرين سجل في الورشة القادمة ممتاز ممتاز فهونا احنا خلصنا الاد حددنا الجمهور والسعر كل شي ممكن كمان أغير التوجيه إلى سجل الآن صينب مثلا كله تمام كله تمام كله تمام فهونا هيك أنا بكون خلصت الإعلان هلا ظل في مرحلة أخيرة ومهمة أنه نسوي أبلود تشينجز أول ما نعمل أبلود تشينجز بمعناته أنه خلاص انتهينا من الإعلان وأنه راح يروح للفيسبوك على أساس يطلعوا عليه ويوافقوا عليه بعد فترة زمنية من 15 دقيقة إلى تقريبا أربع خمس ساعات نحن هيك خلصنا الإعلان وشكرا جزيرا وشكرا جزيرا ترجمة نانسي قنقر